بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم ومعاكم مستر أحمد الباشا وإن شاء الله هنبدأ مع بعض listen 1 في concept 2 fuel في الليسم ده إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن مصطلح مهم جدا وهو مصطلح الوقود والوقود هو شيء من الحاجات الأساسية جدا في حياتنا يعني العربيات المصانع المحطات توليد الكهرباء كل الحاجات دي بتعتمد على الوقود fuel نقول هنا fuel is one of the most important resources of energy الوقود هو واحد من أهم مصادر الطاقة في حياتنا fuel يعني وقود كلمة fuel يعني وقود وخلي بالك fuel هنا مش قصدنا بيه فقط البنزين اللي احنا بنروح نحطه في العربية لا ده ليه أنواع وهنعرفها في الدرس الجاي يبقى كلمة fuel هي الوقود طيب الوقود مش مقصوب بيه فقط زي ما قلنا البنزين اللي بنحطه في العربية هو أي مادة هتتحرق وتدينا طاقة حرارية يبقى تعريف fuel it is any substance that produces thermal energy when it is burning هي أي مادة هتتحرق وتدينا طاقة حرارية تعال نقرأ السطوري fuels and road trips read this story to learn why fuel is so important on road trips on morning في الصباح هاني's family عيلة هاني woke up and decided to travel to alexandria ومصيح الصبح قالوا ما تيجي نروحي اسكندرية اسكندرية طبعا مكان جميل وإحنا كلهم يحب اسكندرية to visit aunt Noura هيروحي يزوروا قريبيتهم Noura who lives there هاني his mother and sister سمر got into car كلهم ركبوا العربي while driving down the highway وهم ماشيين على الطريق السريع خلاص بهم سفرين على الطريق السريع سمر noticed that the gasoline pointer gasoline pointer اللي هو مؤشر البنزين في العربية بنلاقي مؤشر كده اسمه مؤشر البنزين بيقولك مسلا كان ايه العربية فيها قدقي بنزين was close to zero كان قرب يوصل ل zero and she decided oh sorry and she said to her mother that fuel was running out fuel running out ده مصطلح مهم جدا ان البنزين قرب يخلص fuel was running out دي معناها ان البنزين قرب يخلص and she decided or she needed to stop at nearest fuel station هتقف عند اقرب محط البنزين هاني's mother مومة هاني drove to nearest fuel station where station worker filled the tank العامل بتاع البنزينة ملت tank and then she drove to car again هاني asked his mother هاني سأل مامته why does car need fuel to move هاي دي الفكرة ان هاني الصغير سأل مامته يا ماما هو والعربية محتاجة بنزين لي محتاجة fuel لي تقى وقود لي she said هي قالت the car needs the fuel to move وده نقطة برضو مهمة جدا العربية محتاجة وقودة عشان تتحرك so that the fuel burns الفيول ده بيتحرق جوه محرك العربية in car engine allowing engine to rotate the wheels so without fuel the car will not move وبالتالي نستفيد من القصة دي اولا ان فيه pointer فيه مؤشر في العربية بيكون بيدينا الاشارة ان البنزين قد ايه ثانيا without fuel بدون الوقود the car will not move بدون الوقود العربية مش هتتحرك او مش هتمش وبالتالي احنا ممكن نقول ان الوقود ده شيء مهم في حياتنا هل الوقود يا مستر هو فقط الجازولين الجازولين ده اللي احنا بنحطه في البنزينة لا هو اي مادة هتحرق خبات من تعريف ده بيجي لنا في الامتحان it is any substance that produces thermal energy when it's heated يعني ممكن نعتبر الخشب من الفيول اه نعتبر الخشب فيول ممكن نعتبر paper fuel اه ممكن نحرقه وطلع لنا حرارة بس الفكرة انت تستخدمه في ايه طب بتستخدمه في ايه بقى احنا مستخدم الفيول في ايه uses of some different forms of fuel fuel is used for several purposes الفيول ممكن نستخدم بالاسباب كتير such as cool and wood ممكن نستخدمه في cooking food warming ده الفحم والخشب جازولين and natural gas ممكن نستخدمه في generating electricity and operating means of transportation يعني العربية ممكن تمشي بالجازولين اللي هو البنزين اللي حم نحطه او natural gas على فكرة في عربية بتنشي والغاز الطبيعي فاحنا هنتكلم عن الفيول وهنتكلم اكتر عنه في اللي سن اللي جاي حاولوا بقى تستعدوا ان شاء الله في اللي سن اللي جاي هنتكلم اكتر عن فيول بتمنى لكم يا رب كل التوفيق والنجاح كنت معاكم مستر احمد الباشر باي باي